هنا المقطع السابق بس مبطأ وده علق على النقاط اللي علقتها لها قبل في المقطع الكامل اللي ما شاهد الكامل يرجع له لاحظينا الفكرة الأساسي من موضوع زي ما ذكرت فكرة أن الحصان برقبته الموضوع كالتالي هنا اختلاف ادي الوقوف حاولي زيد واكبته خفف لم نفسه خاف من الشي حاولي روضه غرديتها باتجاه الشي ثم ممشينا مستقيم وبنكمل قدام لما دي تكمل قدام أثناء دفاعه بحدود العنام تحمسوا حدود العنام أبغى أذكرني ترى قادر على تحريك كل الشي تماما فعرضت وفرعت للشي أو كررت للشي ونسيت الشي ومقبول جدا تقبل الموضوع لين شمه لما جيت أرجع وراء عكس اتجاه الشي عشان أمشي وأكمل شغلي أبغى أمشي جنبي بحدود المعقول طبعا شاهدنا ما ترى تأخذ لك مرة عن شي يعني أما قد تغسهم لكن متنازل مرة بعد فقاعد أعلم أني بمشي والشي جنبك إذا بتحاول تسر أنك تطالع وتروق بمشيك على جنب باتجاهه وسوى شي ذا بحدود إذا بتحاول تروح عكسه تماما برقبتك بخليك تطالعه اللي يحصل أنه يحاول يروق عن الشي بحد نص روغه إذا وجهت باتجاه الشي وزاد خوفه أحاول ينطلق برقبته أنه يحاول يطالع الشي برقبته وجسمه عكسه أنت بتمشي على جنب باتجاهه من يوم خشم يروح شوي عكس الشي ويرتجي خاف يحاول ينحاش عنه برقبته ويوجه قطاته له فأنت هنا تنتقل من أنك موجه رقبته عكس الشي وجسمه للشي إلى أنك موجه رقبته للشي وجسمه عكسه تجاه الشي فهو يصر أنه يودي قطاته للشي ورقبته عكسه أنا أصر أنه أمسك رقبه باتجاه الشي حتى يرجعها تماما للشي حتى يودي قطاته عكس فآخر المقطع الصراع اللي بينكم بينه على سنع صراع على سنع هو أنه إلا بودي قطاتي للشي ورقبتي عكس وأنا أقول إلا بتجيب رقبتك للشي وقطاتك عكس أنا أبغى الجسم كله عن طريق التحكم برقبته هو يحاول ياخذ الرقبه عن طريق أخذ الجسم كله هنا التنافس المنطقي خنقول أنا أعرف أن الجسم كله ما يجي إلا عن طريق الرقبه فأصرع رقبه لشعوريا عن طريق مواقبة الثلاث لاحظ كيف اليد اليمنى الخارجية اللي عند كتف الأيمن ماسك الكتف الخارجي عن الهروب أو الانطلاق واليد اليسرى الداخلية هي الأهم في الحال هذه آخر المقطع بالذات ماسك الرقبه عن التوجه للمكان اللي بغيرو عليه فييد الداخلية مستمرة في توجيه رقبتك للمكان اللي أنت منحاش منه لكن اليد الخارجية ماسك الكتف لأنك لو أصريت توجه رقبة الحصان للشي بدون ما تتحكم بالخارجية اليمنى باليد اليمنى يعني يا يطيحي يكسركني لو كان مقفول عليه حسن لو كان مركوب طريقة تركوب سائحة أخرى في العالم ومن قبل شخص متقن نفس تقانيك بطريقة تهو اللي بيصير باختصار على طول سينطلق عكس وبيقموص طيحك رغم أنه في سرج وصدارة ومهماز وعصى وغيره إنسا يجيبك ربع نتيجة هذه إنه سينجح في الروغان سينجح في أخذ الرقبة سينجح في القمس والمطلاق هذا أصلا إن قدرت سوي السوادي أساسا من الأصل لما حاول يزيد نجح ومن لما حاول يروغ نجح إلى آخره فكل الأمور اللي سواها في البداية وفشل فيها سينجح فيها في طرق رقبة أخرى ما باك في آخر شيء لكن في الطريقة هذه اللي حاصل باختصار الفارق بين بعض الطرق ورقبة بعض الخيل الأخرى قصد يعفوا الحصان إذا كانت رقبته واقفة ويفصل بين جسمه ورقبته الحركة ذي يعبته تكت أني أقدر أعطيك الرقبة تماما والجسم كنه منصر عن الرقبة فأنت تأخذ الرقبة ويجي الجسم بعدها بكم ثانية مو مع بعض كذلك هو يستطيع أخذ الجسم بدون ما يأخذ الرقبة مع الجسم الرقبة تجي بعدها بكم ثانية الخيل اللي ما تفسر بين الجسم ورقبة صعب جدا تسوي الحركة ذي لو سويتها تطيح على طول فإما أن تلعب لعب قوي مرة وطيح أو ناسا ما تسوي سوات هذكي الناسا ما عنده قدرة جسمية على فعل شيء هذا لكن أغلب الناس لما يسوي الحصان معهم الحركة ذي وما عنده واصلا الدقة الكافية بتلاحظ أنه يركج في الناحية الشكلية يطال عقضات يمين يطال عقضات يسار يعني كأنما أنه يحكم على الصح من الخطأ بالنظر هذا خطأ أن تحكم على الصح من الخطأ بالحس ونتراكب العصان إنه أنك مغمض بفرد تسوي ناسا صوات هذكي بدون ما تشوف فقط تحس يبغي يشوف المقطع كامل يرجع للمقطع اللي قبل هذا